لكن زي ما قلت لكم فيه كلام كتير ب بعض متلسانه الصعيد في عيد شوفوا اللي ما شافش الأهلي في الصعيد ما يدركش قيمة اللي حصل في أسوان أذكر في مطلع التمانينات المينيا صعد للدور الممتاز رحنا كل تلاقي كل أسيوت كل الشباب زحف على المينيا و جايين للمينيا من بينه سويف أعلق على الصورة دي أصوان الألف أسوان يا جماعة شفتوا الناس في الصعيد عاملت ازاي يعني المخرج مش عايز يورينه الصورة لكن قول لا 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 في صورة الناس بتراقب شايفين الجايين بالفريبوت بيعبروا النيل لما قر الملعب والجمهور واقف على الضفة ضفة النيل بيحييهم دي كبداية أول الغايف يعني وبعدين لقطة أخرى جانب آخر في زاوية أخرى من يعني مسموح لك تتدير أخيرا رد عني وبعدين الفرقة نزلت والموكب حيبتدي يتحرك فيه شوارع الأسوار بص يا جماعة فرحة الشعب هنجد استفاف على جانبي الأرصفة والناس مسجلة موبايلات لا بص كلهم كلهم مسجل موبايله بالراحة عليهم شوية والنبا شوارب بص الناس هو ده فرحة الناس هي ديت فرحة الناس بجد الصعيد طالع كله وشايفين الشباب والأطفال وكل الأعمار رجبين على الأسوار يعني فطبعا ده اللي كانوا حرصين يظهر أنتم أهم الأهلاوي غير أهلنا الطيبين بقى مشجعنا لأسوار نفسهم اللي في قرارة نفسهم طبعا شجعوا فرقتهم وده اللي أطات بتعاد مرة أخرى أعتقد أنه كمان فيه لا ده ساعة الماتش بقى القصة مختلفة بص المراكب أنت حتلاقي الناس في البر والبحر جاي طيب عايزين نشوف بقى حاجات تانية خش بقى على يعني الجديد أنك أنت حتلاقي فيه حتى سيدات السيدات خارجين كله عايز يشوف الأهلي أستاذ إبراهيم أنا ليه متلاهي في علاقتات الجاي أهو أهو أنت حتشوف أسطح المنازل أهو أنا شفت المنظر أي أنا شفت المنظر شفت أسطح أهو بص الأسطح شفت بقى شفت الأسطح والبلكونات وواحد راكب جوه الشباك ها شفت قعد في الشباك شفت المنظر شفت المنظر عامل إزاي والتيشيرت الأحمر بص ها دي مثلا مدرسة أو مستشفى ها مبنى حكومية ها ها وبعدين مدرجات المدرجات مدرجات على فكرة يا جماعة كل اللي ميشي من القاهرة مايجوش عشرين واحد قاهرة واسكندرية اللي جوء من القاهرة واسكندرية ما فيه مايجوش عشرين واحد إنما كل ده بقى اللي في الملأ المدرج جماهير الأهل فيه أسوان وطبعا راحت ناس من إينا وناس من أسيوت وناس من سواج كله نزل على أسوان لكن الغالبية أبناء أسوان رتبوا عايزة أقول لك إنه ناس كتيرة يكلموني من هناك شفت شماسي الحامرة ها قال لك ده عندنا يوم عيد إن الأهل ييجا أسوان كولر كان يعني مبسوط جدا وفرحان ما شافش جماهير يا أخوان بقى له مدة يعني إنما يعني يعني من يوم ماتش السوبر بتايل ما شافش جماهير طيب أنت بخبراتك تأثير الكرة على إسعاد الناس دي أولا تأثير الكرة على إسعاد الناس وإتعاسهم يعني هي ترمومتر المزاج وحتى في إتعاس الجماهير هي تؤدي وظيفة مش إنها تتعسهم ولكنها بتقدم لهم الحياة تعكر عليهم لا بتقدم لهم الحياة إن الحياة لحظات مبهجة ولحظات فيها يعني إخفاق وعليك أن تتعامل مع كل الأحوال ومن بغت الأهلوي الحلم أن الله يقدم لهم من الأفراح أضعاف أضعاف مضعافة ما يقدمه من أطراح